المشاركون في ندوة نظمة بيجرسيف أكدوا على ضرورة الاقتصاد في مياه السقي كأولوية وخيار أساسي لمواجهة تغيرات مناخية. المتدخلون خلال هذا اللقاء المنظم في إطار النسخة الرابعة من المعرض الجهوي للزيتون أبرزوا أيضا أهمية تحسيس الفلاحين ومختلف الفاعلين في القطاع الزراعي بالإقليم بضرورة الاستعمال العقلاني للمياه. خلال هذا الندوة تكلمنا على الأنظمة السقي المعتمدة في المنطقة ومميزات كل نظام مع السلبياته بالإضافة لأن نظام السقي اهضرنا على مكونات الشبكة وطرق صيانة ديها. أعطينا أمثلات طبيقية من الواقع من المنطقة وعينا الفلاح بالخطورة ديال الضياع دلماء خاصة في هذه الأزمة التي في عيش هذه البلاد. معظم التدخلات في هذه الندوة أكدت على أهمية إشراك الفلاحين في مسؤولية الحفاظ على الموارد الطبيعية باعتبارهم الفاعل الرئيسي في ضمان استمرارية النشاط الفلاحي مع تكثيف الحملات التحسيسية وتنظيم دورات تكوينية بالإضافة إلى تقديم دعم تقني ومادي لتسهيل الانتقال نحو ممارسات زراعية مستدامة. كانت دورة شاملة وكاملة والحمد لله أتت الأكل لدينا واستفدنا منها كثير من ناحية التقنية ومن ناحية الموضوعية كانت هي هذه الشاملة. هذا اللقاء من شأنه إبرز أهمية التحسيس بخطورة تبذير المياه خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من توالي سنوات الجفاف وتأثيرها المستقبلية على القطاع الفلاحي.